أبو كرم ممرض متطوع لعلاج مصابي كورونا في مدينة الموصل آثر على نفسه فكان لا يكل ولا يمل من العمل الدؤوبي لفحص المرضى ومساعدتهم على الشفاء إلا أن أبا كرم دفع حياته ثمنا في سبيل الإنسانية ولكن ما أثار سخط زملائه والأوساط الطبية هو عدم حضور مسؤول واحد على الأقل لحفل تأبينه للأسف الشديد جميع مسؤولي محافظة نينة وبدون استثناء وجهنا لهم دعوة لحضور أول حفل تأبيني لأحد شهداء الجيش الأبيض لكن مثل ما تشوف الخذان هو سيد الموقف وتشوف الكراسي فارغة لكن أعتبي على المسؤولين لو كان هذا الشخص من أبناء المسؤولين أو من المسؤولين لما رأيت هذه الكراسي فارغة الإهمال الحكومي واللا مبالات لم تقف عند هذا الحد فقط بل أن قاعة الحفل التأبيني التي خصصتها مديرية الشباب والرياضة كانت من دون تيار كهربائي وهذا إن دل على شيء فأنه يدل على الاستهانة بجهود الجيش الأبيض وتضحياته في مواجهة كورونا كان إنسان جداً راقي بالعمل وكان مضحي وفدى نفسه لهذه المدينة وفعلاً كان يقول أنا أتمنى أشوف مدينتي بيضاء بس مع الأسف القدر شاء أنه يرحل قبل ما يشوف المدينة بيضاء وخالي من فيروس كورونا اليوم نطالب حكومتنا أنه تلتفت لأبو كرم وأمثاله من اللي يضحوا أبو أنفسهم وقدموا نفسهم في دائل هذا البلد وهذه المدينة أبو كرم بقية رفاقه من الممرضين والكوادر الطبية ما زالوا يمنون النفس باهتمام حكومي يوازي مخاطر مهنتهم التي يتعرضون كل يوم فيها إلى خطر الإصابة بكورونا ولكن يبدو أن الحكومة ومحافظها ما زالوا مكتفينا في موقف المتفرج